قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة قال ابن القيم رحمه الله والصلاة مجلبة للرزق حافظة للصحة دافعة للاذا مطردة للادواء مقوية للقلب مبيضة للوجه مفرحة للنفس مذهبة للكسل منشطة للجوارح ممدة للقوة شارحة للصدر مغذية للروح منورة للقلب حافظة للنعمة دافعة للنقمة جالبة للبركة مبعدة من الشيطان مقربة من الرحيم